أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو المعزيز الوفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاول فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارتع البصر كرتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بنصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتبنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شهيطا وهي تفرور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فرج سألهم قزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكلما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعطل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرتهم وأجم كبير وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات السدود ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أميتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإله يتمو أم أميتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في هرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطور منه ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أذى أم من يمشي أم من يمشي سويا على شراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل لما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ظلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقين هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ضمن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معي صدق الله العظيم قل أرأيتم إن أصبح ماء قل أهربء شكرا